اشتركوا في القناة والكفير بالكبائر التي دون الشرك وجريمة شقعص الطاعة وتفريق الجماعة وجريمة ثالثة وهي قتل المسلمين اخبر صلى الله عليه وسلم ان الخوارج يقاتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الايمان ويدعون اهل الاوثان وهذا دابهم في كل زمان تجد تسلطهم على المسلمين وعلى مجتمعات المسلمين واول من قاتلهم امير المؤمنين علي بن وابي طالب رضي الله عنه ثم توالى من بعده الخلفاء وولاة الامور في قتالهم وقال صلى الله عليه وسلم عنهم كلما ظهر منهم قرن قطع والحمد لله يسر الله لهم من يخمد فتنتهم نعم